اهلا وسهلا بالجميع اهلا وسهلا فيكم بقناة اقرأ اهلا وسهلا فيكم وفيكي وفيكم جميعا بمطبخك مع الشفشالي اوكي وصلت كتير عم تكون دايما كلها عم تكون لذيذي كلها عم تكون هنية كلها عم تكون واضحة بس مش كلها عم تكون حلوة حلوة بمعنى قطر حلوة بمعنى شراب السكر حلوة بمعنى انه نعمل شغلة حلوة حلوة بمعنى يعني حلويات لقمة القاضي العوامات متل ما منسميون كمان وصفة كتير كتير بسيطة بس شوي صغيري هاك كمسر بدنا نعطيه انتا تطلع معنى حلوة تطلع معنى شقرة تطلع معنى كمان بتقرقش وتطلع معنى مش معجنة وتضل بتقرقش لوقت اطول وهلا بنعطيك اللي الاسرة هيدا واحد الاثنين او الوصفة كمان الاساسية او المين كورس او الصحن اللي بدنا نعمل اليوم هو السمك فيلي لقوز اللي هو البرانزينو او اللي هو فينا نقول اليوم نحنا سمك الهمور اذا بدكن عبس على الطريقة الهندية اول شغلي هلأ بد اعملها او شغلتان بدنا نعمل اول شغلي بدنا ننقع السمك اللي رح نعمله على الطريقة الهندية اتنين رح نحضر عجينة العوامات او لقمة القابضي متل ما بتسموها هيك بطريقتين انه هيداكي بنقع وهيديكي شو بتنعمل بتتخمر حلوي هيدا ثلاثة بدنا نروح نعمل القطر او شراب السكر اوكي او الشيرة بتسموها انتو وبعدين بدنا ننتقل تنعمل صلصة السمك على الطريقة الهندية وهون التعيد هون خراب لبيوت لانه فيها بعتقد اكتر من عشرين ايتمس بقلبه او عشرين شغلي بنحطوا مع بعض البنادورة والفلفل والبابريكا والكمون والكزبرة والزنجبيل والتوم والبعني بتكون عن جد ورقة وقلم تتأيدوا كل شي لانه وصفي مش معقدة بس فيها كتير من الاشياء بقلبه بسرعة فائقة انا دايما معي الخشف البيضة مشان السمك رح اجي انا هون رح ناخد كمين من الفلال اللقزوا تطلعوا كمين باللون الحلو هاللون الاحمر او فينا نقول يعني بعضا هلأ ها بعضا مصيدينا متل ما بيقولوا تطلعوا شو حلوي هيك اللي رح اعملوا انا هلأ انو قطع لشقف كبير شوي تطلعوا كيف حلوي كتير من دون اكيد حسك ابدا رح اخد كمين شقفي من هون تطلعوا هيدا شقفي حلوي بتعقد هيدا شقفي كمين كبيري بس شو رح اعمل فيها رح قطعها اتنين واو وهيدا كمين شقفي هون كتير حلوي وشقفي كمين وشقفي كمين بها الطريقة صار عنا هالسمك الفلاء مشقفي خالصة فينا نشتريها من عند اي سميك او نوصع ليا او نشتريها السمكي كلها سوا ونشيل الفلاء منها شغلي هيدا منجيب صانية هالصانية كمين من التفال اللي انا عم بشتغل فيها بجيب حط فيها هالفلاءات السمك بهالطريقة الحلوة طلعوا كيف بتعقد بتجانين رح شير السكين انا وراح شير كمين هالخشبة الاص لانو ما بقى نقص بقى سمك نحطهن وورا كمين ونرجع هلأ لهون ناخد من الخردل المتارد الماسترد السينبي ملعقتين من نون وكمين منشيل الكفوف احذروا ليش منشيل الكفوف من ايدنا منعقم ايدينا مظبوط منغسلهم كمين مننشف ايدينا ومننتقل على ذات اللي سير دوار الشمس اوكي ما في مشكلة كمين فينا نروح كمين على ذات الدورة ليسير ما في مشكلة بس انا اليوم حبيت وصفتي كل اليوم تكون من ذات ليسير كنولا اليوم جاي على بيلي كنولا ليسير كنولا يلا اخدنا الزيت هيك بالطريقة اخدنا ملعقتين منه حطينيهم هون طلعوا كمين كيف ورجعنا منذكر نضفنا كمين ايدينا بنرجع على الملح اوكي طريقة كمين كتير حلوة برجع كمين انا هون على الفلفل كمين بس ومنحط كف بايدنا بسرعة حتى نخلط هالمقادير كله وهون صار عنا نقعة السمك الهندي اوكي بالخردل هلع لبي نضل على القليلة هالنقعة طلعوا فيها هالنقعة بضل حوال الساعتين بالبراد وبعدين ما نحطهم بالفرن طلعوا كيف هانا شفتوا كيف شو حلوة هيدي واحدة هون وحدة هون وحدة هون واحدة هون واحدة هون اكيد انا ما رح انطر ما رح نحنا نروح ساعتين اكيد ونحطهم اخدهم بقلب الفرن او 안حطهم بالبراد بس نحنا المهم انه عرفنا واخدنا كمين الطريقة الاصلية اليوم نحنا تنجي ونحط نحنا أو ننقع السمكة لكان ملعقتين كبار أو صغار من الخردل حسب محبتنا بالخردل ملعقتين كبار من زيت كانولا لسير منحط معهم ملح وفلفل على السمك وصار عنا النقعة بتعقد بتجنين ويا تفال ويا كمان يا سمكة بدنا نحطكم بالفرن منروح لعند السولار دوم من الالجي نحطن بقلبه بالطريقة هيك وانا بحط هلا السبيد هون هيك كمان بسرعة بنحط كمان الستمية بنرجع بنحط انتر هون بنحط السرعات كمان عندي حوالها رح حطن حوالها لعشر دقايق ويلا بلشنا هاين كتير بس هاي دي الشغل بنعملها اي مطال بعد ساعتين شو رح عامل هلأ هلأ رح نروح متل ما قلت فنعمل عجينة العنده شي اسم تالت ما بعرف انا او منسميها عوامات او منسميها لقمة القاضي اذا حدنا عنده اسم تالت في عنا صفحة الفيسبوك في كنتوا بعتولي عليها على تويتر او ندخل كمان ونحضر الحلقة مرة تاني اللي ما حضرها هلأ على الويب سايت كمان طبع تلفزيون اخر يلا يا شادي هلأ وامدنا نروح هون عنا كوب واحد ملو طحين رح نعمل كوب ونصف ملو طحين طلعوا كيف هيدا كومان كوب ونصف ملو طحين والطحين يلي بدنا نستخدمه دايما بده يكون مش اقل من 8 بالمية من البروتين حتى يحمل مش 18 8 يعني 8 بيكفي وكل ما يكون البروتين في اكتر كل ما حمل معي الوصفة اكتر يعني ما نختار طحين يكونوا ضعيف بالبروتينات كرمال لقمة القاضي وكرمال العوامات لكن احنا هون كوبو نص ما نحط لهم لانه كل كوبين هلا بتشوفوا كمان الوصفات قدامكم رح يطلعوا بعد شوي انه كل كوبين من الطحين ما نحط لهم ملعقة صغيرة من الخميرة انا رحط اقل من ملعقة صغيرة وراح بعدين ننتقل على الشي اسمه مي هالمي اللي انا عم حطه بخطه تدريجيا هلا بتشوفوا كمان كيف باخد هيك كمان مخبط كتير حلو كمان من تفعل بلج حريك بزيت كمان من الماي وفي اشخاص بيحبوا يزيدوا من السكر اشخاص يحبوا يزيدوا من كمان من الملح متل ما بتكون طلعوا شو عم بيصير هايدي العجينة بهالطريقة بيجي انا كمان بكفي من الماي طيب يصير عندي عجينة متل اللبن سماكة الزبادي يعني كيف الزبادي هايدي هي العجينة اللي انا عدي طلعوا كيف واو طلعوا كيف هيك منحرك على مهلنا طيب سير عندنا كمان العجينة منضل نزيد ماي حسب الحاجة وفيكن اكيد بعد حوالي 30 سنة رح يبلشوا يطلعوا الوصفات قدامكن وبتكذبوه ان كان وصفة السمك عالطريقة الهندية وبرجع بعيد اكتبوه مظبوط متل ما شايفين قدامكن الوصفة اكتبوه مظبوط الصالصة لفيه البندورة لفيه البصل لفيه الحر لفيه الكمون لفيه البقدونس لفيه الخردة للتوم الزنجبيل هايدي شغلة كتير مهمة وبعدين كمان الوصفة الاساسية طبع العوامات وقلق من انتقلتا نعمل شراب السكر وانا بعدني عم زيد من المي هلأ حرك حرك يا شادي حرك حرك يا شاف واو لايكوا اين هون العجينة صارت عندي نوعا ما جاهزة طلعوا كيف بنحرك كمان بسرعة شايفين الحركة الهايدي اللي انا عم بعمله هيك بها الطريقة ما بتخلي العجينة يكون او تتكون الكريات بقلب العجينة طلعوا شو حلوة لايكوا شو حلوة العجينة لايكوا شو حلوة العجينة انا هلأ بخرطها بضل حوالا دقيقة اخرط فيها للعجينة حتى هيك تصير ملسي عندي طلعوا شو حلوة هيك وبحطها على جنب ساعة ونص ساعتين مشين تخمر قبل ما استعمل عجينة القومة القاضية او عجينة العوامات طيب بها الوقت انا عندي مقلي انا قدامي هالمقلي اكيد بتكون نظيفة ما فيها بقعرة اي نقطة من المياه ورواسب المياه وبنتقل اكيد ده على كيف الصحح كانولا اويل نمبر وان اويل برينتس ان فرنس اوكي اتنين ليتر زهرة الكانولا حبات الموضوع لسيار بنفتح هيك بها الطريقة وبدنا نعبي كمان كمية من الزيت بقلب المقلي ونكون حاضرين رح بلش ولعلا تنقلي بعدين لقمة القاضي العوامات طيب الشيرة شراب السكر القطر لازم يكون واحد سائل شوي ما لازم يكون جامد كتير اتنين بده يكون كمان دافة لا عم يغلي ولا بده يكون بارد بصقط في العوامات بعدين هايدي شغلة اساسية تذكروها بدي ارجع عيدة الزيت الكانولا لسيار بده يكون حامي جدا واحد وبتحمل حرارة كمان عالية من دون اي مشاكل اتنين منروح على شراب السكر بده يكون لكود سائل شوي صغيري كل كباية تاني من السكر منحط لون كباية واحدة من المي او اقل شوي وبعدين من ماء الورد ماء الزهر وشوي صغيري من عصير الحامض او حامض الليمون يعني بمعنى انا عندي هون اتنين اكواية بتطلعوا كوبان من السكر بحط لون انا كوب واحد من المي او فينا نحط 3 ارباع الكوب من المي يتطلعوا هون 3 ارباع الكوب ومنولى تحتن تيبلشوا كمان يغلوا بعدين منضفلن بالاخر حتى ما يتبخر عنا ماء الورد وماء الزهر حسب مسلا شو منحب ما يورد وماء الزهر مي ورد também musica ماء الزهر مما يورد مى الزهر حذرنا ومن حطي حز والجوز صغيري من عصير الحامض او حالي من الليمون حتى مي سكر عنا القطر اذا ما حطينا حمد او عصير حامض او حامض الليمون بنلاقي القطر سكر صارى مثل الازاز بازaci معنا على القوبانات سيطل السيور كنولاا عم يحمى على عندي بدي بللو شاء الله كمان يغلي كمان شراب السكر عنا كمان الصمق الطريقة الهندية المنقوعة أكثر من أربع خمس ساعات بالخرضل وبكمان زاد كانولا لسيور موجودين بقلب كمان السولار دوم من الجي وشو بدنا نعمل بعد شوية صغيري ونبلش نعمل الصالصة نعمل الصالصة نعمل الصالصة طبعا الصمق الهندي عن جد من أطيب الصالصات اللي ممكن تتخيلوا وهذا شكر كتير كبير مني لكل شي في إنسان بيقول أنا من الهند بالمملكة العربية السعودية أو خارج المملكة من دون أي مشكلة يلا بانتظار أنه يحمى عنا زاد كمان لسيور أنا بودعكن على رواب نطركن على رواب سماء شام مريحة سماء سماء لايكي شي بيخوف وين هون هيك شي بيخوف هيك شي بيخوف شو بدي أعملكم عم بقلي عوامات شو بتسميها أنت العوامات أول شي برحب فيك صباح الخير يا مدام أهلا وسهلا إزاي الحمد لله كيف أحاولك اليوم تمام تمام أوكي لايكي أنا شو عم بعمل أنا هلأ أول شي شو عندك حكمة اليوم حكمة اليوم لا تأكلوا لا تأكلوا لا تأكلوا لا تأكلوا هذا الشي بسرعة بس ألا أتقولي عن جد لأنه مجبور أنه مجبور أشتغل بسرعة وإلا ما تقلص الحلقة ما هتضغط ما هتضغط تمام كأنه لايف عم نشتغل شو عملت أنا اتنين كوب أنا من الطحين حتى يطلوا ملعقة صغيرة من الخميري الباقي ما يصر عندي خليط مثل كأنه زبادي تركته تركته يخمر حوالي الساعة وأنا هلأ كمان عم بشتغل فيه أيدينا حطيت فيه نكفوف لكن كيف أنا بشتغلها؟ بشتغلها بهالطريقة عندي كمان زيت هون كمان لسيار طلع كيف بعمل طلع هيك وبجي أنا بشيل وبنزل بالزيت أوكي؟ شو حلوين؟ وأكيد عم بقلي أنا بزيت كمان لسيار كانولا ومش مقوة كمان كتير الزيت لأنه بدي إقليهم مرتين حتى يطلعوا معنا بيقرق شو بدي يكون الزيت حامي تاني مرة أول مرة ما عندي مشكلة تطلع هلا شو حلوين؟ عم عليك شوي شو عم بيصير؟ هيك عم عليك شوي وبنرجع كمان منحطهم هون تطلع كيف كمان هون بهالطريقة أسرع أسرع كمان بدك أسرع تطلع كيف بتعمليهم بالبيت هاودي؟ أنا ما أعملون وشو بتسميهم كمان أنت بي أو شو بتسموهم بالسعودية؟ إحنا نسميهم لقمات لقمات يعني إحنا أول شيء لقمة القاضي بيسموهم كمان وشو بيعملوهم برمضان؟ بيعملوهم برمضان مش كل مناطق المملكة نعم يمكن المنطقة الوسطى أكتر شي بالرياض وحواليها بيعملوها بيعملوها كما بالمنطقة الحجارية بطير بيعملوها بكل يعني حتى بكل أنا مثلا هذيك مرة كنت بجدة أو كنت بالرياض موجودة بكل مكان الأمريكن الحلواني يعني بكل عالم بعفرها بيعملوها ممكن بالزعفران بتكون لونها على أصفر يعني بيبهروها يعني يعطيها لون فبشو نصيحتك أنت للعالم اليوم اللي عم يكلوا مقالي أو لهلا عم يشاهدونا وعم يقولوا مثلا أنه في أخصائية تغذية مع الشف شادي اليوم كيف بتسمحي؟ واللي اسمها مها غراب وعملة حالهي شاطر كتير وهو عامل حاله شاطر كتير وبيطلعوا على التليفزيون بيكتروا حكي اتنينية ونسوا واخر الشي عم يعملو مقالي أول شيء ايو كيف حنسمح لك يا شف شادي تعمل هيك؟ طيب وانا ما على شيء باننا نقلي يعني ما فينا نقلي ولا مرة يعني تبقى أنا زالي؟ لو مثلا زي رمضان ولا في الأيام المناسبات ممكن ثلاثة حبات مش أكتر من ثلاثة حبات جاعدة إذا بتريدي؟ يعني بالمناسبات أو برمضان أو يعني وقت ما نشوفهم يعني واحد حابب بيأكل منها بيأكل ثلاثة حبات يعني أصدق نحنا فينا نقلي بس إذا قلينا اليوم وخاصة عم بقلي في زيت كنولة لسيور اليوم يعني كنين للدهون المشبعة فيه قليلي جدا أيوة فين يأكل حبتين؟ حبتين ممتع أنا قلت ثلاثة إنتا قلت حبتين طيب لايكي شو رح أعمل هلأ بس أنا رح شيلهم هلأ تطلعي ها نشيلهم أو شي خليني نضف أنا قدامي نتفي صغيري رح نضف هون طريقة كمان كتير حلوة رح شيلهم وقعت مني وراح انتقل هلأ أو رح هيكي تدلك على الفرن سولر دوم اللي بقلب السمكات اللي نحنا نقعناهن كمان بالخرضة ونقعناهم كمان بزاية النباتة حطيناهم بقلب الفرن مع شوية ملح وفلفل خلصوا وبدأ منك تشوفيلي كيف الوضع شكله خلص خلصي تفرجيني لنشوف واو شيفين يشيرهم هلأ لكي بعد فيه دقيقة وشرناهم لكي شو حلوين سكرنا 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 جبناهم لهون هاك وهلأ بعد شوية صغيرة رح تشوفوا كمان انه الشاف شادي رح يعمل السوس ورح يحط عليه شوفي عنا اقوال عن السمك بشكل عام السمك يا سمك سمك يا بني طبعا السمك يعني من اهم المأكلات البحرية او من اهم حتى مصادر اللح هلأ السمك بحري اكيد انا فكرته بطير لا هو في بطير اخيمته من الدواجن لا اللحوم البحرية افضل شي فيه هم السمك لانه احنا ما من يعني ممكن نخاف شوية من اللحوم البحرية الاخرى لا بستجا عامل المحوم البحرية افضل فيه هم الشاتين شو بتسميها اللحوم البحرية والاسماك البحرية يعني فيه انواع كثيرة بس اغلب شي الناس طبعا اكتر شي على السمك بان فيه محار فيه دمبري اه اصدق السيفود يعني او ثمار البحر الموجودين هيك حيضا اصدق بس نشنيفها من المشاهدين نعم على ثمار البحر يعني افضل شي واضمن شي انه ما نخاف منه هو السمك طبعا افضل شي فيه هو السمك الدهني اللي بيعطينا دهن اللي فيه احماض دهنية اوكي وشو فيك اميغا احماض دهنية لحنا قلنا ان احماض الدهنية اغلب شي او اهم حاجة اللي هو الاوميغا ثري الاوميغا ثري اللي هي مفيدة جدا للقلب مفيدة للشرايين مفيدة كمان للصحة العامة لانه مثلا اللاحماض اللي موجودة فيها بتقوي الزاكرة تقوي خلايا الموك يعني كلامك ذهب جاي عيدي إذا بتجدي عن جلعا بحكي. طيب الأحماض الدهنية الموجودة بالأسماك هي من الأوميغا 3. الأحماض الدهنية الغير مشبعة عشان ما يسمعوا بسلاً كلمة دهون ويخافوا. هي أحماض دهنية غير مشبعة أو نحن نسميها منوانساتوريتد فاتي أسد. تمام؟ طيب خلي فلأ أنا لأنه بلاشنا هون نحكي كلام. علمي. بس أنه خلينا شوي صغيري نقول أنه نحن بس نقول غير مشبعة يعني يعني الدهون الدهون أو الخليسترول السغيرλλغيرضار الدرقل Hampي اللذ الكليسترول النف который موجود في الد damit اللذهاب موجود في الجسم. والدهون الثاني عن دي هاتش ال الهاتش 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 التلح المواني inch دهني اللذهاب الكليسترول يعني كل اللي معهم إذا حضم معه كوليسترول في غوص بالسمك بس ما في غوص بسمار البحر أكيد الأكيد أوكي الكالوريز هلأ عم يطلعوا طبع كمان العوامات طبع الشراب كمان السكر أوكي وكمان عند عندنا كمان طبع السمك على الطريقة الهندية هلأ بدي حضر للسوس هلأ بيسرعوا وشغلي كمان كتير كتير هيني لجأ أنا شو رح أعمل هلأ ما كنت معودين وإحنا صغار دايما أهلين يقولون كله السمك وقت الامتحانات وقت المذاكرة بيقوي خلايا الدماغ واليقوي للذاكرة أنا مشان كان هيك مشان هيك نجحت جابوا لي سمك هلأ قد قبل ما قدم بآخر شو اسمه لايك البصل بسرعة أعمل هايدي الوصف بسرعة أنا اللي عندي البصل طلع كيف رح حطهم فوق كمان زيت كانولا لسير طلع كيف هون وراح اجي هلأ فوقهم بسرعة لايك شو رح أعمل بسرعة بسرعة طلع شو حلو شو رحيك أنا بحط البصل دايما على الزيت اللي بيكون حامي ليش لأنه بيحفظ القيمة الغذائية أكتر لأنه بس تنزل شغلة بردة مزبوط تنزل شغلة بردة على شغلة سخنة تعمل تقبط يعني هون تعمل هيك خلص بالضبط بس كده احنا اول شي بنطعمه اوكي بنعطيله لنكهة الكتوم نكهة بنزل التوم طلعي فواعد التوم بدي أعمل كمان شغلة حالية بلاش التوم ليك الزنجبيل انتي بتحبي الزنجبيل حب الزنجبيل طبعا كمان يقوي الجهاز المناعي ويساعد على الجهاز الهضمي طبعا كل شغلة بحطة بتقولي لي شو عنا يلا بلاشنا الزنجبيل خلصنا كمون كمون يعني كل بيوحدي يلا أهم شي بيريح الجهاز الهضمي بريح الغازات تمام كذبرة كذبرة من البهارات المطاعمة والمفيدة كذبرة ناشفة فلفل أحمر فلفل الكابتسين الموجودة في الفلفل الأحمر بيساعد بيرفع مناعة الجسم فيه فيتامين سي كركم كركم من الأشياء اللي هي إحنا مضادة للالتهابات ووقايا لأمراض الفستادة كله حقوله اليوم سكر لا سكر أبيض سكر أبيض طماطم طماطم فيتامين سي ليكوبين بعد عنا شو هم بعد فلفل أخضر فلفل أخضر ألياف فلفل أخضر فلفل أخضر فلفل أخضر فلفل أخضر فلفل أخضر حار كمان كابتسين وفيتامين سي في ضب الالتهابات وحلا شوية صغيري هون ما نحط شو؟ من مرقة كمان الدجاج كمان شوية صغيري فينا كمان مرقة خضرة عادية وبيجي أنا بحط هون كمان من الملح وصار عنا هالصص الحلوي اللي هلا عم تغلي وشوية صغيري من الفلفل فلفل أخضر يا سلام على المعلومات الحلوي طيب كمان كاجو الكاجو كمان من المكسرات اللي كتير فيها ماء يعني أحماض دهنية اللي هي الأوميجا سيكس أكثر مو الأوميجا سري اللي في السمك الأوميجا سيكس أنا لك ما كنت ما كنت قرب تسويك فسفور فيها فيها زينك فيها يعني فيها أشياء كتيرة معادنية وفسفور كمان وزينك وطلع نفس الشي مع الفستق ومع البندق ومع هايك أشياء كمكسرات اللي لك أنا على أسدات هون حمي مرتينية بخافوا الناس بيأكلوا كاجو عارف بيقولوا لك بيزيد الوزن فإحنا ما بناكل منها كتير كمان ناكل منا قبضة إيت يعني مش أكتر باليوم لو كانت نية طبعا أفضل لو محمصها بتنضاف على أكل أو بتنضاف على حاجة يعني ما نضيع فايدتها بالتحميص أو بالقلب وأنا بحمصها بطريقة طلع كيف أنا على السريع على السريع هيك ها شوي صغيري وراح كبهن هون على السمك طلع يشترا عندي وراح كمان ولا تحت السمك شفت كيف كمان هون طلعت هلا هون لايك شوي عملك شوي أوكي لايكوا شو حلوة كمان هون هيك بالطريقة واللعنة طفيت أنا هون كمان وراح كمان هالسلسة اللي أنا عملت تطلعي هون طلع كمان بجع بعيد كمان من الزنجبين من الثوم ومن البصل ومن البنادورة وبجي أنا بخطهم كمان هون ويبلشوا يغلوا بطريقة كتير حلوة تمام واو ويلا هلا المواقع الإلكترونية اللي إقرأ اللي فيهم يتابعونا عليها وممكن حتى يرسلونا عليها المواقع المواقع الإلكتروني إنتي أنا بكون عم بطبخي رسلوك إنتي يطلبوا منك البدكيه تمام يلا أوكي لكي نحن هون طلع كيف هلأ المقادير بدأ لونها واو لايك شو حلوين لكي أنا عندي هلأ لايك شو حلوين هون أليتم مرتين بطريقة حلوة لايك شو حلوة هلأ هون ونحن المقادير ما شفناه هون قبل لا طلعت المقادير وطلعت المقادير واو لايكي هلأ بلا شو يحمروا أنا عندي وبرجع أبذكر أنه أنا القطر عندي يا شباب يا جاهز يا ستات يا سيدتي من مضبخك بيكون القطر ضيفي وهلأ بس يصيروا أنا عندي حمر هون بطريقة كمين كتير حلوة شو بنعمل؟ منحطهم بالقطر من فلترهم يعني بعدين شو بنعمل؟ منحطهم بقلب مصفاية منصفيهم منيحة من القطر ومنعدين منرجعنا نحن نقدمهم بطريقة حلوة لايكي شو بدي منك؟ بدي منك هالجاط الحلوة هوني تبع السمك بطريقة كمين حلوة إذا بتريدي رح أنا بلش أنا هلأ هون قدموا الطبق تبعولي بطريقة كمين حلوة طلع كيف؟ واو لايكي السمك لايكي هالسوس الحلوة اللي هلأ بتزيدها كمين شوية صغيرة من الملح طلعي شسر هون طلعي طلعي كيف؟ أنا بعد بدي هيك شي دقيقتين مش أكتر من دقيقتين ومنكون نحنا خلصنا وأنا بكون هون لايكي لايكي دايك كيف عم يحمروا عندي بلش اللون الأشقر عند الشاف الشادي بطوش بعقد طلعوا شو حلو؟ بنا نحركم متل كأنه عم نعمل فلافل حتى شو؟ حتى زيت الليسيور كمين الكانولا يعطيون هاللون الحلو هالدوريل حلو بها الطريقة بيقرشوا عنا بطريقة كتير حلو طلعوا هون طلعوا كمين هالسوس اللي بتعقد بها الطريقة هيك أنا كمين هون رح قطفي كمين تحتون يعني كمرب ورح أنا هلا أعطيك الطبقة بتعرف شو بكتعملي فيه؟ بتغزل فيه بتغزل فيه بتغزل فيه تغزل فيه ما في مشكلة بدي أنضب طلعي هون أنا اضفت الصحم طبعا أنا من مؤيدين السمك لأنه يعني لو أكلناه مرتين أو ثلاثة مرات بالأسبوع بيكون الفايدة أغلب وأكتر تمام أنا مش عم بسمعي أقول بس واو واو يلا قو أنا هون كمين هلا يلا دقيقة وحدي دقيقة وحدي لايكو 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 وش عم بصير؟ لايكو الشو حلو هون أوكي لايكو شو حلوين هون طلعي طلعي الشوال لا شوال لايكو اذا ايكو طلعي هاك شو حلوين هون ها وعلا طلعي هلا اللون طلعي اللون الحلوع بقلب القطر هلا نحنا بنقلبهن ومنشيلون ديريكت رح تشوفي هلا بدي منيك أنا السحن هيديك الأخضر الحلوع وماتقولي لي بعدين ما جاي على بالك الدوئي حبي منن متقولي لي لايكو شو رح اعمل بسرعة فائقة بلشنا كل الأطرات طلعنا مننه يال لايكو شو حلوي لكن القطر حلق كمان كيف هم حركم وبيجي انا يلا صفيني هون من القطر كلهم سوا بعقدوا بجننوا وعندي هون الطبق بطوش وطلع الطلع الجميل معي ولا مش معي؟ معك طلع كيف؟ رح نزلون هون طلع شو حلوين طلع شو حلوين طلع شو حلوين هيك بطوشوا بعقدوا وهيدي هدية مني لقليك على كل هالمعلومات الحلوى اللي عطيتنا ياها اليوم شكرا لكم شكرا معا عنجد شكرا عنجد عم تكون فقرة كتير حلوية شكرا كمان لكل المخرجين والمنتجين معنا بقناة اقرأوا خاصة بمطبخك لانو عم يشتغلوا الشغل حلو عم نركض راكت والكاميرات مش عم تلاحق علي شكرا لك شكرا لك عنجد تحضرين لنا هيك معلومات كمان كويسة لبكرة ان شاء الله باي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك